كيف كشف سعادة المهندس إبراهيم من حسن الحواج وزير الأشغال عن ترسية 35 مناقصة خلال الربع الأول من العام الحالي لعدد من المشاريع في مختلف القطاعات نعم وذلك من قبل مجلس المناقصات والمزايدات بتكلفة بلقت نحو 32 مليون دينار بحريني وأوضح الوزير أن هذه المشاريع توزعت على مختلف قطاعات الوزارة بواقع 15 مشروعا لقطاع الطرق وتسعة مشاريع للصرف الصحي وعشرة مشاريع بقطاع مشاريع المباني والصيانة ومشروع آخر ضمن قطاع الخدمات الفنية ولفت وزير الأشغال لأن المشاريع التي تم ترسيتها تأتي ضمن خطط وجهود الوزارة في تطوير البنية التحتية لمواكبة الحركة الاستثمارية والعمرانية ورفض عجلة التنمية الاقتصادية